تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة في مدرسة المسيح برحب بيك مرة تانية أنك تفتح عينيك وأذانك عشان ترى وتسمع ما يقوله الروح لنا من خلال الكلمة المقدسة عشان يعلمنا طرقه عشان الحياة ما تبقاش مجرد حبرة على ورع لكن الله يكتب بالروح القدس حقه في قلوبنا في ألواح قلب لحمية وزي ما بيقول بولس عشان نكون إحنا رسالة المسيح رائحة المسيح الزكية مقرؤة ومنظورة من جميع الناس في رحلتنا الطويلة في هذه المدرسة اللي ابتدت بمعرفة الله ووصلنا أخيرا لممارسة العلاقة الشخصية مع ربنا من خلال الخلوة الصلاة وقراءة الكتاب وتكلمنا عن أنواع الصلاة المختلفة تسبيح، الشكر، النقاء، الشركة ووصلنا عن صلاة الطلب والتضرع وقالنا فيها ثلاث جوانب مختلفة جانب الأول السؤال ما أحتاج طلب عايزك أنت يا رب التضرع، القرع، اللجاجة أنا بطلب ليك يا رب وهنا في كل واحدة قلنا ماذا أطلب هنا ماذا أطلب هنا ماذا أطلب هنا وقفنا عن السؤال الكبير ليه إذا كان هنا ربنا يعلم ما نحتاج إليه إذا كان عن كل واحد منا ليس ببعيد إذا كان ربنا بيحب الناس وعايز يصنع ما شئته التي في السماء وعايز ما شئته كما في السماء تكون على الأرض هل هو محتاج أن أطلبها ولا لا وسمعنا إجابات كتيرة رائعة من حضراتكم وقلنا في ثلاث أسباب رئيسية للطلب والتضرع في ثلاث حاجات رائعة للسؤال في حاجة مهمة جدا أني تسيك أني أفتش على الرب حتى أجده لكن في صلاة الطلب والتضرع في صلاة التضرع بالذات من أجل الآخرين ومجد الله وإنه في ثلاث حاجات واحد ده بتغير أنا عشان أتوافق مع الإرادة الهي اتنين ببقى على استعداد إن ربنا يقول لي مطلوب مني أخرج من هنا أنا أعمل إيه ها أنا ذا أرسلني اذهب إلى شعب ومتمرد اذهب إلى نينو ساعتها هسمع ربنا عايزني أروح فين إحنا كثير من يجي نقول له قول لي يا رب عايز مني إيه ما بسمعش حاجة صعر صعر بسمعش حاجة بقول أوكي هروح اللجنة الفلانية وهناك بقول لي أنت عايز مني هروح المؤتمر الفلاني بقول لي هناك لو تعلمت أتضرع مع الله من أجل الناس ومن أجل ملكوته هسمع بسهولة قوي هو عايز مني إيه سبب الثالث والمهم إن الصلاة دي بتطلق يد الله لتحقيق مشقته وده السؤال الكبير اللي مسؤول عند الناس المشهور عند الناس هل الصلاة تغير إرادة الله ولا الصلاة تحقق إرادة الله فرق بينهم ولا مفيش نسمع أخواتنا وبعد نرجع نتناقش في القضية دي ونوصل لصورة واضحة عن قيمة التضرع من أجل ملكوت الله البعض بيقول الصلاة تغير إرادة الله والبعض بيقول الصلاة لا تغير إرادة الله رأيك مع أي واحد فيه على حسب على حسب يعني على حسب ما شيء يتفبنا نعطقتش كده صلاة بتغير إرادة ربنا لا تغير إرادة ربنا بس في نفس الوقت بتقربنا منه بدرجة إن إحنا يكون العلاقة اللي بيننا وبينه متفاهمين جدا إن بنوصل لمرحلة إن أي حاجة هو عايزة إحنا ردينا عنها أنا شايفة أنا من كتر الصلاة أنا اللي بتغير بسرعة إحنا أولاده وإحنا لينا ولينا رجاء عنده ولينا بنوه وإحنا غالينا عليه فينفع إنه أبونا يعمل كده ينفع إنه غير إرادته مش لأنها مصالحة لكن لأنه بيحبنا ولينا قال لينا حاجة بعد مكتر جدن مكتر ما حتى بنطلب كتير ربنا بيسمع بس يعني لو حاجة غلط أو حاجة هو مشكرا أكيد ممكن هيوررنا بطريقة أو بطانية إنه لا دا مش مناسبة لك إستنى لغاية ما ما توصل لحاجة لأنا الحدف لأنا حطهولك هي حاجة أحسن بكتير هو قال مش بس تطلب لروحك اطلب للآخرين صح صلوا بعضكم الأجل بعد طب أنا صلي للناس ليه عشان هما جزء مني يعني كلنا بنكمل بعض في شركة إساء المسيح احنا كلنا واحد عشان ليه أنا دور ليه دور فإن أنا أجيب ناس أو إن أنا أشفي ناس عن طريق ربنا يعني إحنا وسيلة فايدين ربنا فإزاي أنا أبقى وسيلة من غير لما أصلي ليه أطلب لإخواتي لما هو بيحبهم أكتر ومهتم أكتر بيهم أنا طلبت الروح عشان أقدر هما ما يعرفوش إن طلبت لهم أطلب لهم ليه أنا هما زي ما أردت حضرتك هو جزء مني يعني إحنا كلنا واحد في المسيح خليني أقف بالذات عند بعض الأسئلة دي اتعرضنا لها الحلقة الماضية ليه أصلي لأجل الآخرين وحد قالك بصراحة أنا اللي بتغير لكن في رأيين قال من كتر الزن أقدر أغير ربنا في حد يزن على ربنا وغير فاكرين الراجل دوت حزقية الملك مش كده ربنا قال له اوسي بيتك لأنك تموت عيت وخرب الدنيا وقعد يخبط في العيق صاعة كده فربنا زود له خمستاشر سنة عارفين قصة دي إيه بقى ده يبقى الصلاة وغير ربنا ولا إيه لأ تودعلي قولنا بقى إيه اللي حصل إيه موضوع حزقية ده هو كله في علم الله السابق فهو الله عارف إن هو هيطلب منه كده وهو الله مدبر له خمستاشر سنة من الأول فهو ما غيرش حاجة هو حق طيب لو ما كانش هو خبط وصلة كان مات أعتقد كان عارف إن هو هيخبط وصلة لا ربنا كان عارف لأ خلا هو ما كانش خبط وصلة كان مات كل واحد يجي يموت يخبط وصلة حسن يكون فضله شوية محدش يعرف لما اجي اموت اخبط يا حسن يكون فضل شوية وانا مش ياخد بالي. لا لا. يعني نتعلم ايه من الدرس ده? محدش يعرف انه يموت. هو الموت بيجي فجأة. الموت بيجي فجأة? لا اه. الكل اللي عنده سرطان في زيزة حزقية كده. يا ما نسبة عارفة هيقول لك الدكتور يقول لك فضل لك ستة شهور. بس مش بيبقى فضل ستة شهور. الله بيتمجد. طبعا مش فضل ستة شهور. الله بيتمجد برضو لعلا يكون فضل شوية. رأيك نخبط. يخب? يخبط يا فاتي. لا بس. يعني انت رأيك ما غيرش ارادة ربنا. لا. ربنا كان عايز كده من الاول. اه اصلا. طليل خمسطاشر سنة دول اللي الزيادة اللي زادوا في حياة حزقية كانوا اوحش خمسطاشر سنة. اه جاب منهم تحقيق ارادة الله وجاب منهم ولد. لا بالعكس كان اوحش خمسطاشر سنة. اوحش خمسطاشر سنة. يعني بعد ما وصل للقمة كده الخمسطاشر سنة دول كان انهيار. ليه? عشان هو طلب اه مش في ارادة الله. ليه? ليه خمسطاشر دول كان اوحش? يعني. اه عايز اه اه اتفضل مايك. اه جابة تانية اه اتفضل. انا كنت هجاب في قصة موسى. اه. لما كان بيتزرع من اجل الشعب في العشر دربات. اه. كان كل مرة الله بيقرر انه الشعب ده خلاص هيهلك لانه زاغ وفسد. كان موسى بيقف وبيتضرع وكان. مش في العشر دربات. كان عن شعب اسرائيل. عشر درباته المصريين. اه. 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 في العشر دربات دولة. فكان الله بي بيرجع عن للشعب وبي بيقمر بتاني بالبركة وبيزيل الدربات دولة. فا. فغير رده. فغير رده هنا. فموسى هو هنا غير رد ربنا. ربنا قام باهلاكهم. لو لموسى غير ارادته ورحمهم. صح? تمام. فهنا هو الصلاة بتغير رد ربنا. لا. لا ولا. اه. الصلاة فعالة لدرجة بتغير رد ربنا. ولا الصلاة فعالة لدرجة بتحقق ارادة ربنا. بتحقق. تم هنا غيرت. بس حققت ارادة الله لش ان الشعب كان الرب ما كان شعر الشعب ايهلك. طب كويس. طب ما اللي قام باهلاكهم ليه? هو كان قرر انه الشعب كان زاغ وفسد فهو قال الشعب مش هينفع يعني خلاص انا اهلكم افضل من هما يبضلوا في الفساد كده. يعني الصلاة دي ما غيرتش ارادة ربنا. حققت ارادته. حققت ارادة ربنا. اكتر. محتاج موسى في ايه? موسى كان بيتضرع من اجلهم هو. طب هو لو ما تضرعش. لو ما تضرعش. لو لو ساعته ما تضرعش. ربنا كان عارف انه هيتضرع. لو كان ما تضرعش. هل مرة ما تضرعش حده كان ربنا عايز ولما ما تضرعش اهلكم? هل العكس حصل عشان يتقى الصلاة هنا قدت نتيجة? واللي هي تحصيل حاصل? وبتغيرني وبتسمعني صوت ربنا مالهاش دعوة بالاحداث. بتغيرني? هايل. بتسمعني صوت ربنا عشان اعمل ايه? هايل. هتأثر في الحدث? هتغير ردات ربنا? هتحقق ردات ربنا? ولا مالهاش دعوة? اللي هيحصل هيحصل. فاهميني السؤال ايه? لان دي مصيبة لو طلع انها بتغير الحدث. وتبقى صبتين لو بتغير رد ربنا. بخلي بالك او من اللي هتقوله. فاهمين المشكلة ايه? فاهمين ناضية ايه? اتفضل حضرتك. اتفضل. انتم بتسألوني وانا بسألكوا. اتفاقنا على جادي من حقنا نسأل بعضينا. اه? اتفضل. انا عارف ان ربنا حطت خطة لكل واحد فينا من زمان. هتحصل هتحصل. ودي ثابتة. القدرية. لا مش قدرية. ما ليه? حطت خطة هتحصل. شانو هتلخبطش. هو ربنا حطت خطة لكل واحد. لكن مثلا ربنا بيحط ناس في حياتي تصليلي او تصلي عشان حاجة في حياتي عشان هو يحقق المشيئة دي او الخطة. ولو الناس دول عصوا ماردوش يصلي. الخطة دي هتحصل? لا. لا. يبقى الصلاة هتغير او هتحقق? الصلاة بتغير. بتغير الحدث. مش بتغير الحدث. بتغير ربنا ولا بيتحقق ايرات ربنا? مع اكيد ربنا الخير لي على طول. ما نعارف. فايزا مش هتغيرها لان اغيرتها هتبقى مش خيري. طب هو ربنا ما عندوش مشكلة او اراته اتغيري. ما عندوش مشكلة هو? واللي عنده? ما عندوش. ما عندوش. فنغيرها. مدام كله الخير لي ايبقى ما عندوش. اه يعني مثلا انا اتديته اختراع احسن من اللي كان عنده لحياتي. زيات الخير خيرين. اتة ليه يا عزيز بتنزل للتفاصيل السهيرة دية? عشان دي واقع الحياة. واحنا مش راسين على بر جوانا احنا مش عارفين بالزبط احنا مصدقين ايه. صح جده? مش عارفين بالزبط احنا مصدقين ايه? ولما يكون مش عارف بالزبط احنا مصدق ايه? حبقى مش عارف بالزبط اعمل ايه? واللي عامله ده هيفرق ولا مش هيفرق? وهيفرق الشمال ولا هيفرق يمين? مزبوط? ولا غلط? فانا مش عايزة احبكها. احنا نزلل نتعلم. فيم توني بقول ايه? طيب. اسمحولي الم الحتة ديت. واشرحها وبعاين ناخد اسئلة عامة في المنطقة كلها اللي احنا عملناها. افتكر انا دي عقدتي اكيد ان الصلاة لا تغير ارادة الله. لان ارادة الله صالحة ومرضية وكاملة. اذا ابني طلب مني اني اقذيه. مش هقذيه. مش هقذيه. اقول له اسف. حبك? هعمل الخير بس. مش هعمل حاجة تانية. ومش معقول انا عارف خير اكتر من ابوي السماوي صح? فمش معقول اقتراحي? هيبقى احسن من الاقتراحي الالهي. فرب تقول زيه بعضو? يعني فكرة برضو ما جاتش على بالي. تعارف يا وقت حلوة اوي الحاجة دي نعمل. لا. ارادة الله صالحة? مرضية? وايه? the perfect one. الكاملة. انا ما عنديش الفكرة الكاملة. اشا كده اتفقنا لتكن لا ارادتي بل ارادتك. لاني عندي ثقة في صلاح الله ومشاته. احكاية حزقية دي. هل ربنا كان عارف وربنا كان عايز? ولا لا. فعلا دي القصة الوحيدة اللي في الكتاب اللي بالمعنى دي قصة فريدة من نوعها. لم تتكرر في اي مكان اخر. ان حد الح فبان ان ارادة الله تغيرت. وان الخمستاشر سنة اللي اضيفت لم تكن افضل سنين عمره. حاول رأيي. حاول رأيي. مش ربنا ساب القصة دي تتكتب وعملها. عشان تقولي وتقولك اوعى تعمل كده. لما ربنا بيقولي على حاجة بيقولي ده افضل حاجة ليك. انت بتيجي تقوله. طب بقولك ايه? معلش. طب عشان خاطر. طب عشان خاطر انا? معلش. معلش. طب سبني. طب دي الدين اللي انا عايزه. طب دي الدين اللي انا عايزه. حبيب مش احسن حاجة ليك. اللي انا اخترتولك. طب طب معلش. 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 ارجوك. فمرة ربنا سابهة احسن. اوكي. اوكي. كان خير لك. لو ذهبت في المعاد اللي قلت لك عليها. كان خير لك. شكرا القصة دي ما تكررتش تاني. شكرا بيقولي. ما تعملش كده. اردتي صالحة مرضية كاملة. ما تعملش كده. اقبل ما شئتي. لانها لخيرك. الصلاة لا تغير ارادة الله. لكن دها ليس التحصيل حاصل. تحقق ارادة الله. بمعنى. بمعنى عشان تتحقق ارادة الله لازم يقى في صلاة. ولو ما حصلتش الصلاة ارادة الله هيصال ايه? مش هتتحقق. هتؤجل الى السنين واجيال. فاذا مش هتتحقق لا في معادها ولا في مكانها. ولا للناس اللي قصدت بيهم. ايه ده? والله مش بيحقق ارادته. اه قلنا الكلام ده في سلطان الله ومسؤولية الانسان. اردت ولم تريده بيتكم يترك لكم خرابة. طب الصلاة هتفرق في ايه? هنشرح هنا دلوقتي الفكرة دي. هناخد عدة امثلة منها مثل موسى اللي ذكر ده في غاية الاهمية. دي مسلا تعبير جميل جدا عن ايه. يعقوب بيقول لنا كده. هو بيشجعنا انه صلي. وان طلبة البار تقتدر قوية. او تقتدر بتعمل حاجة مش تحصيل حاصل. مش كلام معناوي. المسأل اللي اخده قال ايه كان انسان تحت الالام ستانى زي انا. مش سوبرمان. وصلى صلاة انها تمتر فلم تمتر. ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطارة. طيب. لما صلى ان لا تمتر ده دي كارات ربنا او لا. ايه ربنا قال له انا عايز اقفل. طب قال له مش محتاج مني ان انا اقول لك. لا محتاج. محتاج. وبعد ثلاث سنستوش قال له انا عايز افتح. اطلب. قال له انت مش محتاج. لا انا محتاج. اطلب عشان افتح. ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطارة. لو كان ده هيحصل من غير الصلاة. كان كتب الكتاب كده ان طلبة البار تقتدر. كان يبقى ده العنوان بتاع القصة دي. مكانش تقتدر. اذا الصلاة مش بتغير رات الله. مش ربنا مش عايز يقفل وانا قفلتها. مش عايز يفتح وانا فتحتها. لا ربنا عايز يقفل. بس الصلاة خلته يقفل. كان عايز يفتح. فالصلاة خلته ايه? يفتح. ناخد مسال تاني. حزقية حسقيال 22-30. دي الاية العكسية السلبية بيقول. وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف الصغر امامي عن الارض لكي لا اخربها. فلم اجد. يعني ايه? يعني الارض دي تمردت وشربت الاسم كالماء وبعدت عنه. العدالة اننا نعمل ايه? اخربها. الرحمة اننا نعمل ايه? اخربها. زي صدوم وعمورة. طلبت من بينهم رجل واحد يقف في الخرم اللي هم عملوا ده ويبني جدار ويسد الصغر ده ويطلب عن الشعب. يطلب الرحمة. اديهم فرصة تانية يا رب. اديهم فرصة تانية. زي ما حصل مع فاكرين? مع اه ابراهيم. لما صلى. وقال له لو في عشرة قال له اخليها. فانا طلبت واحد يعمل كده. ما لقيتش الواحد ده. عملت ايه? عارفين بقيت لها ايه? فاخربتها. وسكبت وسخطي عليها. انت كنت عايز كده? لا انك كنت عايز ارحمها هقضيها فرصة تانية. بس فيش حد صلى. تتكلم جد يا رب? قوي. والتاريخ بيشهد عن كده. والتاريخ بيشهد عن كده. امم والشعوب ناس صلت من اجلها وجنت عاش وعظيم ومئات الالاف والملايين جمل المسيح. الكنيسة بطلت تصلي. الجيل اللي بعدها راح فان? راح. راح. وراح لاجيال. مش لجيل. لما يجي جيل ويصلي. يحصل ايه? اللي ضاع يرجع. اللي ضاع يعمل ايه? يرجع. بتتكلم جد يا رب? اه بكلم انت. مش ده تاريخي? مش ده تاريخي كنيسة? مش ده تاريخ شعب الله في القديم? ازا توضع شعبي لدي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا اجيه ورجعوا عن طرقهم الرضية اعمل ايه? اسمع. واخفر واعمل ايه? وابرق الارض. ازا ما ترضعوش وما طلبوش وما صلوش اعمل ايه? ولا حاجة هسيبها تخرج. مش من حق الدخل. الصلاة تحقق ارادة الله. بصوا بقى العكس الايجابي. ده اللي حصل مع موسى. مش كده? فالان اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم. فاقصيرك شعبا عظيمة. الشعب ده قسي الرقبة. مش عايزين اسمعوا الكلام. اخرجتهم بعشر ضربات عظيمة وتمجت امامهم. والجبل بيدخن واه والاخره. موسى اتاخر. فقاله لهارون بص ادي الدهب اللي معانا اعمل لنا عجل كده. منقول هذي الهتك التي اخرجتك من ارض مصر. اصوت. انا لازم اصوت. يعني ربنا اخرجهم. الرجل اتاخر شو هي فوق? والجبل بيدخنوا بتاعه. قصة يعني. يعني ربنا مترائي. يلموا الدهب ويعملوا بيه? بيه اله. ويسجدوا له. هذي الهتك التي صح? يستاهلوا بصراحة. يعني لو شات ناره كبريد يستاهلوا صح? واعنا بنعمل زي يوم ونستاهل. فربنا بيقول لموسى اتركني ليحمى غضبي واقفنيهم وابتدي معاك من اول وجديد. وبدل من بقوهم اسم اولاد يعقوب يبقى اولاد مين? موسى. انت بجد عايز تعمل كده يا رب? ولا عايز تديهم فرصة تانية? انا عايز تديهم فرصة تانية. بس هما ما يستاهلوش غير ايه? غير كده. بس انا عايز تديهم فرصة تانية. اتركني ليحمى غضبي. وكان يقول له اوعى ايه? اوعى تتركني. موسى فاهم. فتضرع موسى امام الرب اله. وقال صلاة طويلة. في النص بقى قال عبارة جبيرة جدا في الصلاة دي. قال ايه? هو بيقول له يحمى غضبي. افنيهم. واولادك. يورسوا الوعد ده. مش كده? واجعل منك ام عظيمة. موسى قال ايه بقى? وقف في الصغر. وقال له. والان ان غفرت خطيتهم وإلا فمحني من كتابك الذي كتبت. يعني يحموت معاهم يحعيش معاهم. ده 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 واحد وقف في الصغر كده قدام ربنا. فاهم ايه? قال له رب عايز تقتحمهم اقتحمني معاهم. عايز ترحمني. ارحمهم معايا. واضح? فاهم? فاهمين يا نيه? بقى جدار وقف في الصغر قدام ربنا. قال له هتقتحمهم? خدني في سكتك. انا وجدت نعمة في عينيك. ارحمهم معايا. تبيقولي الكتاب. فناديم الرب على الشر الذي قال ان يفعله وبشعبه. غير ربنا مغيرش. ده حق. ده حق ارادة ربنا. ان الشعب ده برغم عنات قلبه يرس الموعي. ويأتي المسيح منه ليكون خلاص الى كل الارض. الى اقصى الارض. واضح الفكرة اللي انا عايز اقولها. يعني اذا الموضوع مش هزار. خالص. خالص. لم يجد افنيتهم. وجدت ندم عن الغضب. ودهم فرصة تاني. مزمون مية وستة بيحكي الحكاية دي. بقى صار راجع بعد حوالي الف سنة كده. تعارفين فرق ما بين ابراهيم وما بين داود حوالي الف سنة. فبعد سنين طويلة جدا من موسى بيجي بيجي عمنا الكاتب المزمور بيقول كده. فقال باهلاكهم. لولا موسى مختاره. وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن اطلافه. لولا ان ده حصل. انخلص عليه. الصلاة مش هزار. يعقوب صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يحن 14-12-14. الحق الحق اقول لكم. مسيح بيقول. من يؤمن به فالاعمال التي انا اعملها هي اعملها ويعمل اعظم منها. طب ازاي انا بقى? يا بني ادم عادي كده اعمل الاعمال التي كان المسيح يعملها واعمل ايه? اعظم اعملها ازاي? المسيح شرحها بالصلاة. ليه? لاني ماضي الى الاب. لاني ماضي الى الاب. في حتة نقصة هنا. اه لاني ماضي الى الاب. نظري دعيف خالص. ومهما سألتم باسمي فذلك افعله. يعني مين اللي هيعمل الاعمال المسيح كان بيعمله هو برضو. بس المرة دي عن طريق ايه? الصلاة. يا رب ايش في مرضى? ايش في مرضى. اكتر من اللي كنت بتعمل. اكتر من اللي كنت بتعمله. انت كنت بتظهر لواحد بيتطهدك اسمه بولس. وحولته من شولة رسوسي الى بولس الرسول. تزهر للناس تاني. يزهر للناس تاني. في الكنيسة تقدر تعمل الاعمال التي كان المسيح يعملها وتعمل الاعظم منها. عن طريق برضو المسيح. بس المرة دي عن طريق انها تعمل ايه? انها تركع. وتصدق ان الصلاة هتغير. لان ايد ربنا هتمتد. لان الصلاة بتطلق يا ده الله. ايد الله مقفولة. ها? عشان الحرية. فانا بحريتي بنوب عن الناس. بنوب عن الناس اللي بصل لهم. ما باخدش مكانهم للاخر لانه عنده لسه اردته الحرة. فعلى القل يتقدس اسمك دي اعلن مجدك في اعلن مجده. يقبله وما بيقبلش. طب اللي ابي يا رب املك في قلبه. يملك في قلبه. طب اللي ملكت في قلبه يا رب اجري مشقتك في حياته. يجري مشقته في حياته. عشان كده دي سكة طويلة. لان فيها ضد ارادة الناس. وضد العدو. وضد الظروفة مني. بقدف مع ربنا. بقدف وبجاهد في الصلاة. إذ كان في جهاد عظيم بيقول الكتاب وهو بيصلي في جثماني مش كده. كان عرقه يتساقط كقطرات دم نازلة الى الارض. لانه مش مجرد بيقوله بخلصني. ده ليه اجل الصليب جاء مش كده. لكن ده بيحمل انين الامة كلها. بيحمل البشرية كلها. فاهميني بقول ايه؟ ده بيتقدم بيقدم ذاته زبيحة اسم الاجل العالم كل. مش هزهر. مش هزهر. الصلاة مش تحصيل حاصل. مش كده الكنيسة اللي صلت ربحة جلها. وكنيسة اللي ما صلتش خسرت جلها. وزي ما قلت ان التاريخ كله شهادة حية على صدق الحقيقة دي. ثبتتم فيي. ثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. فيكون لكم. عربية يعني فيلا ربه اصر. لا 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 لا. ما تطلبوا الصمر. صلوه عشان الناس. بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بصمر كسير. مش بهذا يتمجد ابي بان يكون عندكم عربيات وفلل ويخوت ومش عارف وبيتش باجي. مش بتكلم عن كده هنا. احنا ناخد القادي نقول له مجد يا رب طب عروسة امورة وفلل زيارة كده محندقة اربع قوض ومطرحين كده ومش عارف ايه. مش بتكلم عن كده هنا. مش بتكلم عن هنا. بتكلم عن القرع. مش بتكلم عن السؤال. السؤال يعطينا ما نحتاج. هنا بيعطينا ان نغير العالم. ان نغير العالم. بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بصمر كسير. فتكونون تلاميذي. حلقة الجاية هنقول ازاي نصلي الصلاة دي. ازاي نصلي الصلاة. ازاي نصلي الصلاة المقتدرة اللي بتكلم عنها صلاة الي. ازاي نتحد بمشيئة الله عشان تكون اردته كما في السماء وتتحقق فين? على الارض. في اعتراضات طبعا. بس اعتراضات. فضلي. ديها المايك. اللي انا فهمته. انو حضرتك بتقول انو بسلاتي ممكن يوقف خراب بلد. اوكي? دلوقتي ربنا قال ان انا دورت على راجل واحد انو يصلي للبلد دي ينقذها ما لقتش. يعني ده بلد كاملة. مش نافع يجيب من بلد تانية. حد تاني. مش معقولة. من بينهم. واول نفرد. اه ما يجيب من خارجهم. يجيب من خارجهم لانو يونان جابوا من حتة. يونان ما صلاش. يونان قال كلمتين ومشي. طب كان بينفع. انا نكلم عن الصلاة هنا التوسلية صح كده? اه. كان بينفع. ان واحد يروح يقول كلمتين ويمشي. يونان لو كان راح. اه. ما كانش صلى خالص. كان قال يا رب لكم. طب اوكي ده ده يعني ربنا تلكك قوي في الكلمة دي. ليه? ليه من بينهم? ليه طلبتوا من بينهم? عشان يبقى على قلبهم. على قلبه. مش بس كده. ليه? ان انا بيمثلهم. هو بيحل محلهم. هو واحد زي ما موسى بيقول لي انا اعيش معهم. يا انا اموت معهم. بس ده شعب. ده 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 كمية كبيرة. ده كمية كبيرة. ما خسارة. وده وده اللي حصل عبر التاريخ. وساعد. جون نوكس قبل ما نسمع النهضة كبيرة جدا حصلت في اسكتلندا في وقت من الاوقات. واللي حولت اسكتلندا من الى. طبعا راحت. لان اللي بعدهم ما كملوش. القصة الشهيرة بتاعت جون نوكس. انه طلع لجبل يطل على هذه المقاطعة الكبيرة جدا. وصلى من شروق الشمس الى غروبها. وكانت صلاته وصراخه كده. يا رب اعطيني اسكتلندا وإلا اموت. يا الشعب ده يعرفك. والنزل تتغير. يموت. نزل ربنا استخدمه قلب المنطقة دي. وتاريخ المنطقة دي تغير لفترات طويلة من الزمن. ربنا عايز واحد منهم جاي من برا ولا جاي من جوة. لكن واحد يعتبر نفسه بدلهم. يقفين في الصغر. ويقول له. يتخدني معاهم. يترحمهم معي. من البداية ربنا عايز على قلبه. على قلبه انه ينقذ الناس دي. اوكي. على قلب ينقذ صدوم وعمورة. حرقها بنار وكبريت ليه? عشان ما لقاش حد يصلي. اه? اصلي انا كده. اه? ما انا كده حس انه يعني. ايوه? بايه? بمسئولية. وانا مش عايز احس بالمسئولية. لا 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 لا. لا لا لا. لا مش باقولي. لا معلش معلش. لا معلش. انا مش هحس بالمسئولية. احس انه ربنا كده يعني. بيتلكك. لا مش بيتلكك يعني اصله مش مشكلة. اهو عدد راح في اللمون. خالص. ما هو? ده لما يقول عايز واحد يبقى عدد في اللمون? واحد قصاد. الاف بلد. اه. مش مش مقنعة. مش مقنعة ليه? طب العكس صحيح عايز الاف عشان يحله محل اه عشرات. انا مش واحد هو اللي هيجيبلي الالاف. طب انا ادور على حد تاني برا عشان خسارة الالاف. الكنيسة انا كنت بتبعت اتنين لمدينة والمدينة تتقلب. ما هو اتنين بقلب ومدينة. انا مش مشكلتي دلوقتي اتنين قلب ومدينة والعدلوها. ايوه. انا مشكلتي في اللي راحه. ايوه اللي راحه دول يعمل ربنا ايه? ربنا قرر. ما هي دين مشكلة بتاعتنا. ربنا قرر نتيجة سلطانه ومسئوليتنا والقونين اللي حطها. انه لما يوصل للانسان يوصل للانسان عن طريق مين? الانسان. الله عشان يفدي البشرية صار ايه? وده اللي الناس مش فاهمان. ليه? لان ده القانون. ده القانون. لو ربنا بدون انسان يصلي يقتحمني اقتحاما. لو ربنا ظهر بمجده فوق اي مدينة. تخيلوا انتو? تخيلوا مش الشمس. الشمس دي عند ربنا مش نجم. دي بتاعها كده. صح? دي طلعت الشمس اللي احنا عاملين بها قبا ديت ها? عاملين بها قبا. هي طلعت ولا حاجة. ها? طلعت بلايين من النجوم اصغرهم الشمس. ها? خالق هذا تكون لو ظهر للناس. الناس تؤمن بيه? ولا تتحرق خالص? لو الشمس قربت شوية بس مننا. يحصل لنا ايه? عشان كده ربنا بيوصلي عن طريق انسان. عشان ما يهددنيش. عشان لما اختاروا اختاروا بايه? بقراتي. بحب. فهماني? فعشان كده ربنا اختار ان يصل الانسان بالانسان. فبيكلمني بانسان. وبيبعط لي الروح القدس عن طريق واحد يصليلي. فانا يا انسان بأثر فيك ازاي? ان يكلمك عن ربنا واكلم ربنا عنك. فكلم ربنا عنك يبعط لك رسائل الروحية بالروح القدس. وانا اكلمك عنه فيبعط لك معلومات عنه. مش كده? فيحاصر ذهنك ويحاصر ايه? روحك وقلبك. من غير الوسيط ده الانسان اللي يصل للانسان ربنا هيصل بنفسه. صح? هيعمل ايه? هيسحقها. ما عندكش حرية. طب سويني. ايوة. في ناس بيظهر لها المسيح. كويس? وبيظهر لها في صورة مش بالجمال الجلال والمجد واللي هيسحقهم. مش كده? كويس? ويامة حتى. هل لك يا ايه ده كان حلم حلو قوي وعده? طي. طب او كي? اللي ما يظهرش بالصورة دي. مو عشان يزهر كده. اللي خلاه يزهر. اللي يزهر في ورحة ان يزحق. ليه دلوقتي المسيح بيظهر لمئات الالاف من الناس? عشان احنا بقالنا تلاتين سنة بنصلي الصلاة ديت بدموع. يعني انا ممكن اكون سبع في ضيارة ناس. استاني بس. لعشر قرون فاتت ما حصلتش الظاهرة ديت. عشان عشر قرون فاتت. الكنيسة ما طلبتش الطلبة ديت. شمعنا بتحصل دلوقتي? لما الكنيسة طلبت الطلبة ديت. صح الغلط? طيب. عشر قرون الكنيسة ما طلبتهاش ما حصلتش. تلاتين سنة الكنيسة بتطلبها. بتحصل. مش بتحصل مع واحد اتنين. ميقات الالاف. دي الصلاة. تبلغتش تقولوا انو ده عوضوا ليه? مسؤولية الكنيسة. فرقابينا. شكرا احنا من نهار ده بنصلي بنقول الله بسامحنا. بسامح اجدادنا. سامحنا. صح ولا غلط? صح ولا غلط? حصل ولا ما حصلش? ممكن ما تتحكش علي. هو المسيح بيعمل ايه في السماء? فيما يتعلق بجزئية الشفعة. بيشفع بدمه في القديسين. بيعمل الاعمال التي كان يعملها ويعمل اعظم منها كاستجابة للصلاة. في حد قال لي الله طب مش المسيح هو الشفيع. هو واقف طول النهار يتشفع عنه. يبقى مفيش حاجة اسمها متشفعين. لا مش بيصلي صلاتة والسولية. الصلاتة والسولية بتطلع من من بينهم. اولا تاني. من بينهم. طلبت رجلا ايه? من بينهم. يقف هنا. في الصغر هنا. ويتضرح هناك. فالمسيح هناك يعمل ايه? يسمع هناك. ويعمل الذي كان يعمله. ويعمل اعظم منه. في سؤال تاني بالنسبة لقصة التوصل. وانا بتشفع. مش التوصل ده يوحي للبعض. ما يقول له يا رب تعالى اني انا يعني قلبي على البلد. وقلبي على فلان اكتر منه. توحي توحي. طبعا هو ده مش حقيقي. فهل انا التوصل دي اسلوب كويس في الصلاة ان انا اتوصل. ولا يكفي ان انا يا رب زي ما التلاميذ صلوا. يا رب لتجرى اياته عاجب. وخلص. لا. يعني مقصدش وخلصة. لازم هناك التزلل والصراخ والبكاء. ولا نعملها بالطريقة دي. لماذا اتوسل الى الله كأنه لا يريد وانا اللي ادفعه اكل الدفع دي. جميل جدا دي الحلقة اللي جاية. دي الحلقة بالزبط كلها تقريبا على الموضوع دوت. دي الحلقة اللي جاية. بس انتظرنا الحلقة اللي جاية حنجاوب على استاذ السؤال. تفضل. وتعليه ابونا بس انا انا شايف انه احنا مش عايزة مش مش بحكم على الحد انا قصدي يعني احنا ممكن يكون الفكرة دي صعبة علينا. عشان احنا احنا رفضين نبقى في يوم الايام هنقف احنا في الصغر. خايفين مسئولية. كمان رفضين انه يعني مش حاسين ان ان احنا ينفع نعمل كده. انا قليل قوي ان انا عامل كده. ان انا اقف لربنا وتوسل للناس دي كلها. مع ان ده يعني حاجة اساسية ربنا بيطلبها مني ان انا اكون بعمل كده. فانا احس ان انا بغرب. ربنا طلبتو عملاقا ولا طلبتو رجلا. اه يعني. قال طلبتو قديسا ولا طلبتو رجلا. اه يعني. خالص. لا هو هروب. او مرع على فكرة تنفع على فكرة. اه بحق الراجل. عندنا الراجل زي الست. فهو هروب. هروب مش اكتر. انا رأيي كده. انا رأيي ان احنا رفضنا هذه النظرية لسنوات طويلة. لانها بتحملنا المسؤولية. تحملنا المسؤولية. فضل. هايز ارجع بس الوراء شوية في الحلقات اللي فاتت. فضل. اه قبل الصلاة دي خالص. خالص. لا مش الصلاة دي. اه في القلب النقي. ايوا. ايوا. ايه اللي فكرك. انا ينفع اعمل كل ده واقف في الصغر. اصلي معنى انه اصلي جات في دماغي الموضوع. اه يعني انا واقف في الصغر في المكان ده اللي بيتضرب اللي بليس بيضربني منه اللي الناس بيضربني منه كده. ينفع اقف الصغر. ينفع اقف وتشكف على الناس. وانا قلب نقي. وانا من غير قلب نقي. سؤال يعني ده سؤال. اه. لا. انا مش عاين الله ولا عاين قلبي ولا هقدر اطمع. مش عارف عاملها اصلا. انا مش عارف عاملها. انا حصرخ. بس على روحي. وبالكتير على حماتي. لكن مش عا مش اكتر من كده. لا مش هقدر. مش هقدر انا عاملها اصلا. انت مش هتقدر. كنت جات قدامي قصة التفان ونوح. اه. الله كان هنا اردته اكن يهلك الشعب. ابأكد كلمك حضرتك برده ابونا. اه. قال لنوح اصنع فولك ان شر الانسان كدر. وافكار قلبه كلها شر. بس اللي ما قالش النوح صلي من اجلهم. كان لو كان نوح وجد نعمة في عانين رب كبيرة جدا. هو قسرته. ممكن كانوا صلوا عن الارض وكلها انها ما تهلكش. كان ممكن. الله استجاب. اه. جميلة جدا. لما ربنا اكلم ابراهيم عن سدوم وعمورة. ابراهيم صلى ولا ما صلاش? صلى كتير. صلى. كويس? وقال له خمسين. اربعين. تلاتين. عشرين. عشر. ربنا استجابه ولا ما استجابش? لقينا عشرة? عشرة في مدينة. طيب. وقت الطفان. طلعوا كام نجو من العالم كله في الوقت ده? اسرة تمانية. اسرة نوح. عالة نوح والحيوانة تلك. كملوا عشرة? تمانية نوح قاعد يبني الفلك كام سنة? ميت سنة. ميت سنة. ميت سنة. صلى ولا ما صلاش للناس. ما كان بيكلم الناس. اللي هو كان بيعمله ده واحد برا بيته بيبني فلك. تخيل واحد بيبني. انت بتبني السفينة فين? في البحر. او في النهر. ده بيبنيها برا بيته. برا بيته. يعني قعش كده وبيبني برا سفينة. مش سفينة كده صغيرة حينزل بيها ستادي شيلة مع عياله. لأ. دي مدينة. كبير. اه? الناس سخرت منه قد ايه? ميت سنة تقيمة. قال لهم ايه? اه. قال لهم فيه طفان جاي. فيه طفان جاي. ما صدقوش. حد صدقوش? لا. حد اشتدق. ميت سنة ربنا مستني. سخروا منه. كان بيسخروا منه. يعني هو ادي له فرصة برضو تكلم في وقت اكيد. اكيد. واللي ناجف الاخر تمانية. هم. هم سوالين صغيرين. احنا اتكلمنا في طلب الله انه احنا بنطلب شخصه. اه. وفي اية في الكتاب بتقول وجدت من الذين لم يطلبونني. اه. وتطبيق الاية دي ان بالتوسل انه احنا لما بنتوسل لالله من اجل ناس اخرين. لم يطلبوه يوجد لهم. ومرغم انهم لم يطلبوه. مظبوط. فده معناه. طبعا دي نبوه عن مين كمان? ايدي نبوه عن ايه? عن دخول الامة. مش كده? اه. فاليهود اللي بيسعوا في طريق الله جالهم رفضوه. والشعب اللي مش مستني المسيح ووجد له المسيح وامن بيه. فاماني? فوجدت من هذين لم يطلبون. يعني الامة مش كده لم تعرفني. صارت تعرفني. فده معناه انه اللي حاجتين موجودين. اللي هو. انه انا لما هطلب الله يعني هطلب اه انا عايزاه هو شخصه. بلاقي. فهيوجد ليه. ولكن هزا لا يمنع انه هيوجد لاخرين لم يطلبوه. بالزبط لو طلبت. اه. السؤال التاني. القصة اللي احنا اتكلمنا فيها في الاخر دي بتاعت التوسل والشفاعة والكلام ده. آآ نعمل ايه? علشان نبقى في مكان آمن من ناحية ان احنا لا نصاب بالشعور بالزنب لما ما نعملش دورنا. انا عارفة انه المفروض اننا نعمل دورنا. حلو قوي سؤال دوت. يعني انت بتقول لي انا بفكر ما عملش دوري. اعمل ايه عشان ما شعورش بالزنب. انا مش بقول ان انا بفكر ما عملش دوري. بس انا بقول انه كلنا في حياتنا الروحية احنا في اوقات كتير احنا باختيارنا. احنا بنقترب من الله بنبقى بنوعينه. وفي اوقات تاني. ساعة ده ما بيحصلش. بنفطر بنبعد بقردتنا بحروب. والحروب دي في احيانا بتقوى علينا. لغاية ما هنقوم تاني. فممكن قوي في الوقت اللي احنا مش قريبين فيه قوي من ربنا ده مش ملتصقين بيه زي ما احنا عينناه قبل كده. انه الامر ده يصبنا بشعور بالزنب. فنعمل ايه? اه. في فرق مش شعور بالزنب والتبكيت. اوقات تعمل حاجة تخلي ربنا يبط لي بكتك. شعور بالزنب بليس. تبكيت ربنا. شعور بالزنب عشان بريس ذاتي. تبكيت عشان بحب ربنا. فانا مش هتصرف وعمل احتياطات امنة عشان مشعورش بالزنب. لكن انا حراعي مخافة الله اللي تخليني ابكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة عشان ما استمرش في النعاس. مش كده? اللي بيخليني اشعر بالزنب كبريائي. فكل ما بكسر كبريائي مش هشعر بالزنب. اللي بيخليني اتبكت هو تواضعي. فكسر الكبرياء هو اللي بيحميني من الشعور بالزنب وبيخليني تحت الايه? تحت التبكيت. اتمنى اني دي تكون اجابة. عزيزي مشاهد اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة. انا عارف ان الحق مرد بيخضنا. بس دي كلمة ربنا. وعشان كده المسيح دعاني ان نكون تلميز. نتعلم الحق. ونشوف ازاي الحق ده قوة هائلة. عشان نحب ربنا. وعشان نعيش في طرقه. وعشان نحقق مشيته. الى ان نلتقي. الرب يحفظك. تلميز للمسيح. امين. مترست المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج سكولوفكرايست دوت تيفي. هتجد كل الحلقات موجودة. وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج. تقدر تلاقيها ويرد. تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعثه لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها في دي اف. تقدر تلاقيها او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون ام بي سري عشان تقدر تسمحها. او تكون للايبود بتاعت. او تكون للايفون بتاعت. او تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيدي هات الديفيدي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان. فصا ايضا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك. الى ان نلتقي. ربنا معك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة